اشتركوا في القناة 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 وهكذا لحد ما نقصر تاما كانوا يعرفون أن الأستاذ محمود مئة تاما ودى برضها أنا مرفعة يعني كلمحة أو كنموزة من شخصية الأستاذ إلى أي مدى الأستاذ كان طالح نفسه كإنسان شيع المحبة بكل الناس على التساوي وعلى مغدرة كبيرة جدا بالرقب من المهام الأخرى والمشاكل السياسية الكارك والعطابية والمسايلة كان عليه التدبرة لكن كان عنده المقدرة على محبة الناس بالصورة في أنه أي إنسان ممكن أفتكر أنه هو أحب ليه من الآخرين فدي أنا أفتكر أنها مسألة بتوري القيمة الإنسانية في الفهم الديني لما يعاش الدين في قيمة كبيرة جدا على مستوى المحبة والسلام والمعنى الإنساني في محبة الناس فالأستاذ محمود كانت تقريباً دي حياته وللتعريف بوقتاً هو زي ما معروف عن كثير منكم بعضكم قد يكونوا معروف عنكم ولد في مدينة رفاعة اللي هي شرك التمليل الأزرق سنة 1909 حوالي فلما عمره بقى حوالي 1915 بالتحديد والده توفر فانتقل والدهم أخذهم وانتقل بهم لغيه قريباً من رفاع اسمه في جهيج وعاشوا هناك في المنطقة من الأشياء برضه الممكن تذي تصور لشخصية الأستاذ الأستاذ لما كان بيتكلم عن تاريخ عن الفترة بتاع الطفولته بالتحديد كان قال لما كان في المرتغل زارك واحدة من الأخوات الجمهوريات فاذا كان لها تسلسل حياته وطفولته كانت كيف من ضمنها قال إذا ليها أنا بوصي الأخوات الجمهوريين بوصيكم كلكم في إنكم تدروا الأيام قال جريت الأيام أنه مثلاً هو لما كان عمره لما توفت والده بالتحديد أخذهم والدهم ورجعهم عن الغرية الصغيرة فقال في الغرية الصغيرة ديك نحن وجدنا فرصة نساعد والدنا في الزراعة فأبونا بالزراعة وكانت عندنا فرصة فينا لنتعلم بالطبيعة ونبني شخصياتنا ونبني شخصياتنا ونعتمد على نفسنا فقال في أي نغمة تنور في حياتك أنت ممكن تكون في نعمة تشوفها من وراء ولو خيرت ما تختار إلا الوضع ذلك بالرغم من مصحر النغمة الموجودة فيه قال لو ما والد تتوفر ما قلنا وجدنا الفرصة في ممارسة الزراعة وما قلنا وجدنا الفرصة في تقوية شخصياتنا واستغلالية شخصياتنا قال بعد ذلك في عام سنة 1920 والدهم اتوفر لما والدهم اتوفر أخذتهم عمتهم لأن الغرية الهجاليج جابتهم للرفاعة على أساس أنهم قلبوا فرصة في التعليم فقال لو والدي ما يتوفر ما كنا جدينا للرفاعة وجدنا فرصة في التعليم وأنا بقيت مهندس كان ممكن أكون قاعد تاجر في الهجاليج عنده قاعد صغير وقاعد يقوله ما مهتم بالقضايا الكفرية ما عرف العالم حول ما شكوهش له فهذه من المسائل قال أن ممكن ترد الإنسان بأي الله وتخليك التدايما أي نغمة من ربيت تقول ده أحسن ما يمكن أن يكون بالنسبة لي عسن تقربوا شيئا وهو غير لكم وعسن تحبوا شيئا وهو شغر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فهذه فرصة للرضا بالأشياء التي تحف بحياتنا غراعة الأيام من الأشياء المهمة جدا أن الواحد يتعلمون فبعد الفترة ديت أخذ الأستاذ العلم في رفاعة وانتحق بقول للغردون كانت عنده فرصة وكان من أوائل المهندسين أن يتقربوا في الوقت داكا وبدأ يشتغل كمهندس مع الحكومة التي هي الحكومة البريطانية في الوقت الداتة في منطقة عطبرة في السكة حديث وفي عطبرة بدأ يكون عنده رشاطه الفكر والسياسي وانتماؤه للطبقة العاملة واستغل مسألة نادي الخريجين في العمل السياسي ضد الإنجليز فضعوا بيو الإنجليز فنقل بمنطقة عطبرة لمنطقة كسنة استمر كمهندس في المنطقة الدقيقي وآخيرا قرر انه استغل من العمل في الحكومة ويكون مهندس قرب على أساس انه يلقى فرصة للعمل في السياسة ويلقى حرية في وقته وسنة 41 تقريبا استغل من الحكومة ويستمر كمهندس قرب ففي الفترة دي بدأ حرفته ضد الإنجليز بصورة مركزة إلى أن جاءت سنة 1946 في 1646 جاءت مسألة الجنوب تصهر في صورة من الصور فالأستاذ ومعاه مجموعة من الشاب الشبان كانوا سنة 45 كونوا حسب الجمهوري من ضمنهم يوسف الدني وعبد الحمي الصالح ومحمد فضل المحمد بعدد من الخريجين في الوقت داكا كونوا الحسب الجمهوري كحزب سياسي بفتكروا أن السودان لابد أن يكون جمهورية مستقلة وحرة وفي الوقت داكا الدعوة كانت كأنها دعوة مثالية بصورة كبيرة جدا وهي قامت كدعوة ضد الحزبين الكبيرين اللي هم الاتحاديين وحزب الأمة اللي هم من حزب الأمة كانوا بيدعوا الانتحاد مع التاجل بيدعوا لأنه لكون الحكم تحت التاجل بريطاني والاتحادين كانوا بيدعوا الاتحاد مع المصر فهم قالوا ولا اتحاد مع مصر ولا حكم تحت التاجل بريطاني وإنما جمهورية مستقلة فكان في الوقت داكا الناس يضحق عليهم على اعتبار أنه لا يوجد فرصة السودان واخري من الاستعمار أنه يكون جمهورية ومستقلة فقامت الفكرة جاء الحزب الجمهوري بصورته دي وضد الاستعمار فلما بدأت حركتهم ضد مسألة الجنوب واعتغل الأستاذ محمود وحوكم لمدة سنة السجن وطلبوا منه أنه يتنازل عن العمل السياسي أو يسجل لمدة السنة فرفض واستمر في العمل في عدم طاعة الحكام الإنجليز داخل السجن والحركة اشتعلت خارج السجن بالجمهوريين الموجودين في الخارج وبعد خمسي اليوم أطلق صراحة الأستاذ واستمروا برضه في العمل في مقاومة الإنجليز في سنة ستة واربعين برضه من المعالم الكبيرة بالحادث داك الأستاذ محمود كان الأول السجن في الحركة الوطنية بيعتمد في سنة ستة واربعين حصلت برضه مسألة كبيرة لحد كبيرة السودانيين بسيء فهمها اللي هي مسألة الخفاظ الفرعوني وسورة رفاعة في سورة رفاعة سنة 45 كان الحاكم البريطاني سن قانون بيحرم الخفاظ الفرعوني وإنه إذا أي امرأة خفضت بنتها خفاظ فرعوني بتسجل فالشيء الحصل إنه في امرأة في رفاعة خفضت بنتها خفاظ فرعوني فالجول إجليز وأخذوها وسجلوها فالأستاذ محمود استغل الحادثة دي يدهب بها حماس الشعب السودان في الوقت الحاضر وخطب خبه في الجمعة كانت خبه كبيرة جدا في رفاعة فالله خاطب الشباب في الوقت الحاضر وقالون الوقت ده ما وكد عبادة في المساجد وإنما وقت العمل ضد الاستعمال وإنه من رأى منكم ظالم فلم ينصروا فلم ينصروا الله وإنه لابد من أن الناس يخرجوا في أنه يحضر مرأة دي أرجعوها وفعلا حصلت السورة بسورة ديك والناس رجعوا ومشروط قسلوا للمركز وحصلت الحواليس الكبيرة بروغ فاعدة من الناس وكانت سورة كبيرة واعتغل المستاذ بعدها لمدة سنتين من سنة 46 إلى سنة 48 الشيء الممكن الواحد يصححوا في المسألة دي إنه فاعدة كبيرة جدا من الناس يفتكروا إنه الأستاذ محمود كان مع الخفاضة الفراعوني لكن هو في الحقيقة الأستاذ محمود كان ضد الخفاضة الفراعوني وقال إنها عادة سيئة وشائعة ويجب أن تنتهي لكن قال محاربتها ما بتكون بأنك تتسس على البسر في البيوت وإنه الإنجليز بالصورة دي كانوا وضعوا القانون عشان ما يزلون بإسم الغانون ويمضحوا للعالم البرئين أننا نحن بمارس عاداتها مجيئة وعشان كده يبرر وجودهم في السودان قال عادة الخفاضة الفراعوني هي عادة بتنتهي بالتوعية وإذا كان الإنجليز كان الدين في القطاع على العادة كان يفتحوا المدارس ويعلموا النساء ويقوموا بمسألة التربية بدلا من اعتقال النساء واخدوا بالسجون وهي دي مسألة باللصيقة 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 باللعادة المتأثر بالشعب السوداني فمحاربتها ما بتكون بالصورة دي ما بالقانون بس فحصلت السورة بالصورة دي والأستاذ احتمل لمدة سنتين قطها في سجون كوبر كان في الوقت داكا ما بيبوم للحاكمة البريطاني وقالوا يوضح في الزنزالات الوقت الطويل فوجد الأستاذ فرصة زي ما قال له كأنه جعل قدر وجد خصة في العبادة والصيام الصمدي وطلاوة القرآن وقراهة السيرة وتدليد النبسة من الله عليه وسلم فاتضحت ليهم معالم الفكرة الجمهورية في المرحلة الماضية كان يتكلم وبينهب حماس الشعب عشان ما يتحركوا ضد الاستعمال ويتكلم عن الإسلام كمذهبية بصورة عامة لكن تفاصيلها ما كانت واضحة بعد سنة 48 أخرج الأستاذ من المعتقل فجاء اتكب في رفاع المدى الثلاثة سنين الثانية ما قلع وإنما اتكب في استبرت السيام الصمدي في عبارته وخرج بعد ذاكب تفاصيل كبيرة كنت جعل بكرة الجمهورية وبدأت الكتب في قول هذه سبيلي كالكتاب أول الإسلام وبدأت مرحلة الستينات تشهد الكتب الأساسية في فكرة الجمهورية ألف 34 كتاب منها رسالة الصلاة رسالة تامية طريق محمد وعدد من الكتب الأساسية شرح فيها فكرة الجمهورية ووضحها للناس حياة المستاذ كلها كانت متركزة على زي ما قلت إنه في فهم خطأ للإسلام وإنه الفهم الخطأ للإسلام والإرهاب القايم حول هذا الفهم بإسم الدين لو ما ينجل المعينة الصافر للإسلام ما بسهر وإنه المسألة الأساسية المسألة هذه المسألة إنه الناس يناقشوا وإنه الإسلام بيبعث عن الطريق السلمي زي ما ذكرنا بشوية الأخ فايز مش عن طريق الدهاد وإنما عن طريق النقاش وعن طريق السعب وبدأوا الأخوان الجمهورين يحملوا فكرة الجمهورية والأستاذ وضع قصص المسألة هذه إن كنت ما تتكلم في حاجة وقت تعريفة وإن كنت تحتمل أذى الناس وتكوف أذىك على الناس وتوصل الخير للناس والخير قمة هو الإسلام إنك توصل للمسألة الصحيحة فانطلقت الفكرة الجمهورية بالصورة دي وانطلقوا الأخوان الجمهوريين فيها من المعارب الواضحة جدا في الفكرة الجمهورية في بعض سورة أكتوبر يعني العمل تكله تقريبا كان عمل قايم إلى حد كبير في نطاع محدود لكن بعد سورة أكتوبر 1960 بدأت الفكرة تقوم كحزب واضح المعارب لأنه سورة أكتوبر أجهضت النظام قبلها اللي هو نظام العسكري فبصورة دي كانت بعد ذاك فتحت دول الحزب وبدأ الحزب الجمهوري في نشاطه وابتدع الأستاذ بجولة كبيرة جدا حول قالم السودان ومدن السودان المختلفة كان بحاضر في كل مناحية الفكرة الجمهورية في مسألة الصلاة في قذية المرأة في كل القضايا كان بحاضر فيها وبستحق قرص النغاش عشان الناس تناقش الفكرة بالصورة المقدمية سنة الثمانية وستين انزع العدد كبير جدا من رجال الدين والفهم السلفي بقيادة الأخوان المسلمين من حركة الأستاذ محمود وفتحهم لجهل الأخوان المسلمين والاستغلال والدين للوصول للسلطة فدبروا مكيدة سموها محكمة الردة طالبوا الأستاذ بإنه إيجي لمحكمة وطيم الدعوة ضده على أساس أن أفكاره في أخروج على الإسلام وهو مرتل على الإسلام وكانت هذه الدعوة مقدمة من المحكمة الشرعية في الوقت ذاتها فالأستاذ رفض المحكمة قال إن المحكمة أول حالي هي محكمة شرعية مكونة بقانون إنجليزي وقال إنجليز أساساً كونها عشان قيوهم الشعب السوداني بإنه دينه مقايم قال في الدين الإسلامي ما في حاجة يسمها قطاع شرعي وقطاع مدني الدين الإسلامي مفروض يكون بلف بشمل كل نواحي الحياة فالإنجليز أوهم الناس بأنه في حاجة مدنية وحاجة شرعية وأدو القطاع الشرعيين الرضوا في إنهم يستعملوا من الاستعمار في هذا الشعب بأنه في قطاع شرعي بمعثل على القطاع المدني والدين الإسلامي غير إذا قال المحاكمة دي بيموجب غانون تكوينه الإختصاص بتاعها كأنها تنظف بقضايا الطلاق والزواج والإرس وما يتعلق بالمسائل دين وهي ليست مختصة في الفصل في القضايا الفكرية وما في الحقيقة محكمة مختصة لا تقصر في أفكار الناس إنهم تقطع ودى الصحيف متجرمه فرفض الأستاذ إنه يمسل أمام المحكمة وبالتالي لأن المحكمة ما كانت شغالة في اختصاصها وما كانت عندها سلطات ما استطاعت تجبر الأستاذ محمود للمسؤل أمامه وإنما حكمت غيابيا إنه مرتد على الإسلام وتطرير زوجته عنه مصادرة ممتلكاته وحرك وجوده إلى آخر البلودة التي كانت على محكمة الردة فالأستاذ محمود قاوم المسألة بمحاضرات وكتب كتاب بينه وبينه محكمة الردة وكتب كتب كثيرة جداً سلسلة من الكتب في مقاومة محكمة الردة محكمة الردة ظلت عالقة وفي الوقت ذلك نفسه بدت كثير جداً من الانتكاسات في المجل الديمقراطي يعني سنة 65 قام بعض الأخوان المسلمين قاموا برضو الدنيا وقعدوها في إنه في طالب في معهد المعلمين العالي أساءل اللبس الله عليه وسلم الطالب قال إنه ما قال الكلام ده وهو ما منتمن الحزب الشيوعي هم أصروا إنه الطالب ده منتمن الحزب الشيوعي وقاموا بتعدين الدستور بتعدين أكبر مادة هي المادة الأساسية في الدستور المادة خمسة اثنين اللي بتكثر الفريات عشان ما يتسنى لهم إنهم يطرد نواب الحزب الشيوعي من الجمعية التأسيسية في الوقت الماضي وهذا بالفعل تم وطردوا نواب الحزب الشيوعي من الجمعية التأسيسية والحزب الشيوعي رفع قضية دستورية والمحكمة الدستورية قالت إنه حل الحزب الشيوع غير دستوري والجماعة الطائفيين بين قيادة الصادق المهدي والأسهل وكل الناس المشوفين منعهم والأخوان المسلمين قال إنه ما بيضبروا الرأي القطاع في المسألة حتى إنه قولة مشهورة للسيد الصادق المهدي قال إنه رأي القطاع رأي تقريري ولا نقبل بيهم ما بناخد بيهم وفعلا طردوا نواب الحزب الشيوعي فبدأ شرخ كبير جدا في مسألة الديمقراطية يحصل في المرحلة ديكي وكان فيه اتجاه للدستور الإسلامي حتى إنه الأسهل عنده تصريح قال إنه إذا الدستور الإسلامي ما أجيز في الجمعية التأسيسية حنجيزه بالقوة فالأستاذ قال إنه ده من أخطر الأشياء أي حكم إنه يتحف غداسة الإسلام وهو العيد على الإسلام ده أكبر خطر على البلد في الوقت ده قامت مايو 1969 قامت مايو والأستاذ قام في وفد في مبيض أنا قلت مشاركة في الوقت ده بتذكر إنه الأستاذ طلب من الناس يقولوا رايوا شنوه في النظام القامت ده فعدد من الأخوان الجمبورين كانوا يفتكروا إنه المسألة ده ضد النظام الديمقراطي القايم وإنه نحن حقا نقول ما أزل عن المسألة ده كده لكن في النهاية جرات في إنه في الحقيقة ما في دمقراطية قايمة وإنه إذا جد دستور الإسلامي ده الشغل أكبر ف logos يقوم نظام في الوقت الحاضر يحمي الحول بين الشعب وبين الهوس الديني والأخوان المسلمين ممكن يكون ده أفضل نظام في المرحلة الحاضرة فأيضوا الأخوان الجمبوريين نظام مايو تأييد مرحلي قالوا إنه ما هو أنشر نظام لكن في المرحلة ده تأفضل نظام يحقم السودان بدلاً عن الهوس الديني زي ما زكرتها فقامت حركة الأخوان الجمهوريين في المرحلة دي كبرطان بتأييد نظام مايو ودعمه من الناحية الفكرية ويستغلين المنابر الحرة بدلنا نتكلم عن الخطر بتاع الهوس الديني والرهابة الديني والآخرين استمرت المرحلة دي إلى أن جاء سنة 1900 جاء فترة المصالحة في فترة المصالحة بالرغم من أنها دقلت الأخوان المسلمين والأستاذ ذكر أن المصالحة الوطنية هي خير لأنها على الأقل بتحول ضد إهدار دماع السودانيين والصلح خير لكن قال لنا دي المرحلة التانية والأخيرة من نظام مايو وفعلا دخلوا الأخوان المسلمين بعد المرحلة دي وحتوشوا مايو إلى أن جاءت غوانين 1983 اللي هي سماها الأستاذ غوانين سبتمبر هو أول من سماها الإسم ده الأستاذ محمود وعارضه معارضة كبيرة جدا على ساسينها مشولة للإسلام ومزلة للشعب السوداني بإسم الدين وهي مطبطة في ظرف غير الظرفة المطبطة فيه وأولى بالحكومة أنها تنصل في الإصلاح الاقتصادي والاقتماعي بدلا من بدل أيدي الناس المقصاءة البسطة وجد المساكين وفي الوقت ترفيه الناس الأغنية يسرقوا من الدولة يكونوا في حلم أمره فجاءت للمعارضة الأستاذ وجاء اعتقال الأستاذ في النهاية سنة 83 دولة 83 وعن سبتمت كانت في الوقت ذاك الأستاذ كان في المعتغل لما انطلعت أخرج الأستاذ والأخوان الجمهوري من المعتغل الأستاذ قال أنه أننا في الحقيقة ما أخرجونا من المعتغل لأنه دائرين أننا نكون أحرار قال النظام عايز يخزجنا لأنه عايز أننا ما حنسكت والشعب السوداني بيوهان أننا حنقاول المسألة دي والنظام سيأخذنا للقانون ويوهم الشعب أنه هو مطبق القانون علينا وبالفعل بعد ما طلع الأستاذ بيسبر واحد طلع المنشور الشهير هذا هو الطوفان وكانت به ادعاة به المسائل لأن تقدم المحاكمة وفي صرف بتاع كل 10-11 يوم تمت المسألة إلى أنه نفس الأستاذ محمود بعد تأييد نيميري وبعد ما مشهر المحكمة محكمة الاستيناف ومحكمة الاستيناف غيرت القضية لقضية ردة وإلى آخر التفاصيل العدد الكبير من الناس بين الأفوار في الوقت وفي ذلك الأستاذ قال إنه نحن على الجمهورين إنه إفضوا الشعب السوداني وقال مسألة تنفيذة في التصوف مسألوات حواردة قال مثلاً الشيخ طاها كان في وباء المنقن في الفترة التي كان فيها وباء السحائي المستشري بصورة كبيرة جداً الشيخ طاها جاء السحائي لتوفى والوبا ترفع وفي الفترة التي كان فيها الجذري برضو مستشري الشيخ الرفيع جاء الجذري وفذ الناس وقال لهم أن الجذري بمشي لكن بيأخذ صوراً طيب فقال أن إحنا نتجه لفداء الشعب السوداني دواباء وداء إهانة للشعب السوداني الرجال الكبار يجددوا والنساء يوخذ للمحاكمات والمستضعفين هم المعرضين لتطبيق القوانين عنهم فلا قد من فدايتهم فجاءت الصورة بصورة الهيكي وإن الأستاذ قوام النظام لحد ما جاءت التنفيذ لحد ما قابل الأستاذ بالإتسام الشهيرة المعروفة وهو في الحقيقة خير في إنه ثلاثة أيام يتوب عن أفكاره أو يردم ففضل إنه يردم رفض إنه يتوب وكان في الصورة دي فدي من أكبر الأشياء وكانت مصدمة للنظام السهدائي في الحقيقة هذه هي داليونيون وستجينت يونيون هذه هي فرق نهاية جورج واشنطنة ومشهر أحمد كبير شديد للكنا كبيرا 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 هلو دل كابتال سيتي وديس ساكرمانتا كابتال 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 كاليفورنيا ونحن اسمعشين في انسايد 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 كابتال كابتال ما عندددو مشكل كابتال ونحن اسمعشين ونحن استطاع كبيرا 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 انا اذا انا 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 في يوشك ووشك أفضل عين من يوشكو مخفى يا 어فة بحكو المخفى هل تتسلم أن يكون وقتنا أيها ما ذلك لك عن خورتي لكنه لك في الفاضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي هنا هذا هو حيث دي جماع المترجم الى ساكرمانتو والفتاعة يفتح للباخر المترجم الى ساكرم الى ساكرم اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 أحمد لديه المساعدة في المساعدة دعني واحدة جاية دعالة حلوة بيضا دي لبانا على قلة دي لبانا كثيرة دي لبانا دي لبانا ده 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 نعم سائل سائل منذ مكرا سائل 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 لكن فانها ساء سائل سائل ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي قنقر 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 أان أطفال الآن ترجمة نانسي قنقر 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 من جبل ثلاثة وتباليين للمغالة الأستاذ أسمى ودلوقتي ممكن نعرض فيديو لقمة الأستاذ في النحكمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من أنها مخالفة بشريعة من أنها مخالفة بشريعة وليلإخلام أكثر من ذلك من أنها مخالفة بشريعة وحضرت من ذلك 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 يضع الى ذلك وعندها تنوضع وستعيد لأرحاب الشعب ونصدده الى الانتقانة ونصدده الى الانتقانة عن طريق إذلاله ثم انها فهزلت واحدة بالأسر وهذا من حيث التنظيم مؤمنة من حيث التنظيم فإن المبعث التنظيم تولمنا المحاكمة تحتها وغير مؤخرين فنية وضعف أخلاقية وضعف أخلاقية تحت طيبة السلطة التنظيمية لإضاعة الفضوط وإذلال الشرق وتشميع الإسلام وإذلال الشكر وإذلال المفكرين وإذلال المهاربين السياسيين وإذلال الشرق وإذلال الشرق لتعاون مع رأي المحكمة وإذلال الشرق لحومة القضاء المستقبل وفي وجهة من أجات وإذلال الشعب وإذلال الشعب نحن من أجات والأجات في إذلال الشعب وإذلال الشعب ياراً وشيخ سلطة يوستن تيدي وعظينا سيأتي يوستن تيدي وعظينا سيأتي يواري 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 عنده يواري يواريد ومتفرع بمعظمهم في المحكمة تحسسين المحكمة وتعمل دقصة القبلية للدفرع وترفع الجلسة إلى جلسة الأسل المتحدة شكرا 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 تتوافق أفعال مع ما يدعو له أو ما يقولونه وللأثر الكبير والعميغ اللي تركه في الحياة في السودان وهو أثر ممتد ومستمر ما ينتهى ولا راح ينبني استشهاده في تقاليد العمل السياسي في الحقر وفي قيادته الشهيد أرسوا ممارسة راغية جداً شفناها في أركان النقاش وفي أسالي بجوار وفي تحية مجدداً للسير الغطرة للأستاذ وشانه شأن أي مفكر يمر في حياته بمراحل نفتكر أنه الناس اللي بعده يكون نطلح شوية من التأثير العاطفي وننزل بنظرة ماغدة للإرسة اللي هو تركه لأنه في تقديري أنه هو هذا الاحتفاء الأفيت بحياة المفكرين والضمانة وإنه أنا برجع للحادثة بتاعة رفاعة سطرة وربعينة كانت تاعة رفاعة وفي تقديري أنه كان التقدير بتاعة الأستاذ محمود وحمد طاها خاطئ في مواجهته للإنجليز لإستقلال الحادثة لأنه الضرور الإنجليز كان أستاذ محمود وحمد طاها حيديد في رأيه إنه المراجعة يعني هي ماشي ما فيه نغاص البطري يعني لكن نفس الشي حصل فردريك أنجلس سنة 1873 في الطبعة الثانية للكتاب البيان الشويعي اللي هو صدر في المرة الأولى سنة 1848 لما نجيه بعد 25 سنة كتب المغدمة قال له يعني عجلت كتابة الكتابة سح ما حيكون بنفس الطريقة نحنا كتبناه بيون سنة 48 ولكن ذلك في حياة كارل ماركس نفسها لأنه حصلت تطورات كثيرة في الكتاب الطبقة العاملة فالمراجعة فيه وهي مراحب بمربائي مفكر وبنالجاه السؤالي فيه برضو في لما نجيه الاسديرة دي دا رزال عن التأثير بتاع فكر ماركس على الأفكار اللي محمود محمود محمد طاق يعني في المقولة رجالة الأستاذة حول المغياس النظرة للمرأة والتعاون مع المرأة هو بيديد مثل ودي كانت مبولة برضو قال لماكس فترة ضييرة جدا في أنه يعني غياسة مجتمع تطور بيغاثم الموقف من المرأة وبنلقى فيه تشاوه فيه حاجات كثيرة فدر أعرف أنه يعني هو درس فكرة ماركس دراسة منهجية وعكيد هو كذا نفكر بك المطلع بها سعر طلع بهم فعنده مساهمة حتى فيه مقدة ماركسية فيه محاضرة أنا شفتها فيه موقع الفكرة بس بختم بأنه يعني التقدير والاعتراف للأثر العميق اللي تركه فينا واستشهاده وشجاعته في مواجهة وشوفنا هسي الفيديو اللي أخير اللي تتثباته هنحقير راح الداخلية باحتز الزاد وما يشوف مراقب زيه ونازيه شكوية زيه شكوية زيه أجاوب وبعلينا سناخذ القرصة شكراً شكراً يا عدلان على اللقاط اللي أنه تكررنا برضاً لقاط وديها ويعني طبعاً كل يسان عنده الحق في أنه يعني يعتريط أو ما إيرى الرؤية براها الفردة التالي وذاته من الأهداف بتاعاته أنه الناس تلتغي وتتناقش طالما إنه أنه عن لغاج ذاته نوعية يعني بتقدر الفكرة الآخر وبتقدم ما عندها بصورة فيها ممتوعية فذا نفتكر النهجة الجنية يعني نحن زي المساعي اللي اختلافك معانا مثلاً في مسألة حادثة رفاعة إنه بتفتكر إنا يعني ما بالضرورة مثلاً إنه كان تستغل الحادثة دي من أجل الهبوف من الاستعمار أو يعني أنه باقي طرعينه مبرر إنه كافي في إنها تكون لكن إذا أخذت مثلاً إنه الحادثة دي حدثت عليها جوجة ماعة من المستعمرين أخذوا إمرأة أرض ملاء مسكينة من البيت لأنها خفضت بنت أخفات فراعوني مجرد الحادثة ده يعني حدوث الحادثة ده في حد ذاته هل الناس تقف مكتوفة الأيدي منه ولا لابدت من يكون في نوع من المقاومة إنه إنصر زي ما هو قال إنه من رأى منكم المصبوم فلم ينصره ولم ينصره الله واتخذت في الصورة دي لأنها المسألة جاءت جاءت من المستعمر ودخلت في بيوت الناس وفي أعراض الناس فكان لابدت من يلتك حماس الناس بغض النظر على الحقن من المرأة دي شونه حتى لو كانت المرأة دي سلجة لو عملت أي شيء أنا بفتكر إنه الموقف السليم كانوا الرجال السودانيين في الوقت العادث يقيفوا ضد المستعمر في المسألة دي لأنه إذنان النساء وقاصة في الوقت الماضي ما مسألة تقبل في المجتمع السوداني سيما هي ممكن تتقبل في الوقت الحادث ده بالإضافة لإنه أنا بفتكر إنه النقاط الأستيقات في حقها نقاط قوية جدا جدا إنه العادث ما ممكن تحارب بقانون يعني عادة السفادة الفرعوني عادة زميمة لكن هل أنه نحن 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 بقانون؟ إذا كانت حتى إنه تحارب بقانون هل القانون ده بيكون من جهة مستعمرة أو من جهة وطنية؟ يعني حتى في الوقت الحادث إذا كان جاء القانون ده من جهة وطنية ممكن تكون مغاومته قائمة على اكتباد إنه برطة المسألة قائمة إنه القانون ما بحين مشكلة أي محاربة المسألة بعدين برطة النقطة الوجهة التانية في مسألة إنه إذا كان الاستعمار جادل في محاربة العادة دي هانيك تكون في حملاء التوعية كان يكون في تعليم للنساء كان تكون في محاربة بصورة غير الصورة الماشيبات الوجهة الحادثة فأنا مفتكل إنه الموقف موقف كان في وقته زكي جدا جدا استقل حادثة حصرت في المجتمع السوداني ما بتحارب الصورة دي وإنما استقلت من عند العمل السياسي وفعلا أدى الغرضة ألهابت الحماس عند الشعب السوداني وقام ضد الاستعمار وإداعة المسألة لذلك كبيرة جدا من العمل السياسي فبالمعنى دي أنا أعتقد أنها قدت غرضها لكن بحترم رأي فينك ما ترى وتحضر نظر من ذاعدين مسألة تأثير الأستاذ تأثير الماركسية في الفكرة الجمهوري الأستاذ برضو كان زي ما انت اللحظتين كثب كتاب على الماركسية في الميزان وقال إنه المارس في الحقيقة لا أول شيوعي ولا أول اشتراكي وإنما سببه كان جدا من الفلاتفة الاشتراكيين وإنه النبي صلى الله عليه وسلم اشتراكي وذكر الدلل على المسائل في اسألونا كماذا وفكرون قولي العافو وقال إنه العافو كان حاضرة وإنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ممكن إبيت كانس وجاره جاية وكيف وراء وضح المسألة بتاعتينه في الحقيقة الاشتراكية في الإسلام أكثر من الاشتراكية عمات إسلام لأنه يكون على قيمة العلاقة بين العبد وبين الغيب وبتربد الضمير وبالتالي بتنجد حافظ بينه إنت ممكن تنتجي التال كبير تقوم بيوم مسألة الاشتراكية تكون مسألة ممكنة فهذه مسألة تفصلة كثيرة لكن لأنه برضها هي أدخل في مسألة الأفكار أكثر من موضوع المحاضرة أنا بكتفق بالغدل ده وممكن تناغش في فرسات تانية إذا رأيت مثلا الماركسية بين الفكرة الدنبوري والماركسية لمارس لو رأيتنا وزيدين تقدم بالأيام الكادمة من أحل الدنبورية أنا عفراحبالعبديل حي الأستاذ عسماء وحي الأستاذ محمود مستقتر نقول شاعر اختفى بنزل سمداني اختفى في ظروط غندل ومعروف احتفكت في العهد الحالي في رسالة الأستاذ دار ما كان جهلاً منك حين حملتها وأبينا ليحبلناها فتأثير الأستاذ على الشعب السوداني كبير وبالذات المرأة السودانية نحن نضمنا بارع في جيل الأستاذ أنا أفتكي إن أنا أفتكار الأستاذ ومنظر المرأة الجمهورية في ثوبة الأبيض في الشوارع في أكليس في مرأة غير المرأة التي تفضع عشان تشتغل تجيب بروجتها في أولادها ولا تمشي مستشفى ولا الممرضة ولا ست الشاي ولا المنظر العام للمرأة المرأة الشكل الجديد للمرأة اللي هي المرأة التي تعرض الفكر بصائد الحياة التالية عندي تعليق أولاً هو إنو أستاذ قالت إنو الأستاذ كان يفتكر إنو مايو هي الحل الأنسب في هذه الفترة فأرجو إنو نحن نكون كلنا كمواطنين سودانيين وسياسيين يدعلموا إنو اختيار الحل الأنسب أو المرحلة الأنسب ما اختيار الحاجة الأصحة الأصحة هو اللي يستمر يعني هو الأصحة هو اللي ينتجة صحيحة والصحيح هو اللي ينتجة الأصحة إختيار الأنسب في مرأة كثيرة جيدة بتحول للشكل اللي يتحول بيودة النظام مايو في الفترة الأخيرة سؤالي تاني أستمر بتتكلم عن إنو الإسلام بشكل الراحي أو تطور الإسلام التطور الإسلام بقام محتاج لتطور الفكر الإسلامي لإحشان واكب حيات الناس بكل العثور أستاذ كوفاليو خمس وعشرين سنة ونفتك إنو خمس وعشرين سنة دي كانت فاصلة في تاريخ الإنسانية عموما أو الخبسي سنة الفاتر دي كانت نقطة فاصلة في التحول فاصلة في تاريخ الإنسانية عموما وتغيير الحصب يعني نفتك إنو في الخمسمائة سنة الفاتر ما حصب يعني ما شفنا أي شيء جديد حصل تطور جديد يعني حاجة عشان نحن نواكب الفكرة الجمهورية عشان نواكب التطور الهيوجل ما بسابع لي ما زل أي مطور قبل ذا فمن وفاة الأستاذ ما شفنا أي شيء جديد طلاح كان نشاط الجمهوري شكله منته تغريباً فالفكرة شوه الفكرة إنو في الجمهوريين عندهم عرض جديد يناسب المرحلة الجديدة ولا برضو قراءة في الكتب القديمة زي ما كان الناس القبلهم كانوا بيكروا في القرآن في الكتب السيرة القديمة عشان حينهم مشكلة 1900 وهلو بأفتاق سنة 1500 ففي فكر جديد بيار مهروض وموجود وتشريع ولا بشكله بناسب المرحلة الجديدة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم الحل الأنسب هي مسألة ما مناسبة يعني الحل الباقي أو الحل الكامل هو الشيء الكامل مفروض يكون مثلاً بداعي له الجمهوريين وده الشيء الحاصل يعني الجمهوريين مثلاً طرحوا فكر بوابوه بكل التفاصيل بتاعته باعتقدوا انه الفكر ذا هو الحل الأمثل والحل الباقي وفي الحقيقة نعرفنا في بعض الأحيان في بعض الأحيان من اعتبر كأننا مضعصبين لأنهم بنفتكر انه ما في حل لمشكلة البشرية إلا بالرجوع لفتاح الطرح الأستاذ محمد محمد طاق دي غناعتنا لأن هذا الحل الأمثل لكن الحل الأمثل هل سيطبق في فراق؟ ما لأن أمامنا وضع اقتصادي ووضع سياسي ووضع اجتماعي لابد من انه نعمل في المجال تا حتى انه فكرة يتبلور فكرة يتقبل والناس تختلع بها فكرة جمهورية ليس فكرة تفرض على الناس وانما فكرة تنبع من الناس بالقناعة بها فالشيء كان قدامنا إنه يجد استور إسلامي يكفر الناس بالإسلام بالإسم الدين ويكبر القيود يكبر الشعب فهم الشعب بالإسم الإسلام والصورة الموجودة هسح في فاكستان وفي طالبان وما إلى آخره أم تكون مايو نظام علماني حتى انه من الأشياء سكرها الأستاذ قال انه الباطل العريان خير من الباطل الملفح بإسم الدين والمستفح بقداسة الدين متسمي بقداسة الدين فلو قدامك مثلا باطل العريان ممكن تفضحيه زي ما جات نايو نظام علماني ما يتعل المسألة الدين في البداية فده وضعيتي ممكن تناقشوه ممكن تقولي ما يغانط فيها كده 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 لكن لما نجيكي أخو مسلم يقول لك أنا بطبيت الشريعة وأي حاجة تقولي يقولك أنت كافرة ولا يقتلوا دو بكرة يعدموا دو إلى آخرين دي فرصة ترهب الناس في أقل المستويات إذا ما كانت تنتهي من الناس الفقدة عليهم فنحنا ما كان عندنا أخيار إنه في نظامين قايمات هذا النظام الأنسى هو ما النظام الكامل لكنه نظام مرحلي ريس سماء الشعب يقتنع بالنظام الأكمل أجل أن نحنا نتكدي منه في النقطة الثانية ذكرتها اللقود عفرام مثلا في إنه يعني من انتقر الأستاذ ولحد الآن 29 سنة ما في حالة جديدة والأخوان التنبوريين مثلا ما عندهم عامل قول ودينا دائما بيقول للناس إنه إنتي دوك شنو في مسألة الفكرة بحي المشكلة الناس يعني مثلا نحن الجمهورين كان رفل حياتنا كلها عبر حيات الأستاذ من سنة ستة واربعين وقفنا في الشوارع واضطربنا واستجلنا نحنا الناس بجواشين بأنبت بيبدعونا بالحجارة يعني مددها ونحنا ما كنا في الفترة دي كلها سافتين كنا بنتكلموا بالناقش لكن كان في سلبية من المثقفين بصورة خاصة ومن النساء بصورة أخص لأنه قضية المرأة الطرحة الأستاذ في المستوى الطرحة بيه في المساوامة من قانون وفي تطلو الشباعة الأحوال الشخصية وكيف المرأة تكون ندلة الرجل ما وجدنا أن المرأة السودانية بقول فالقدر البيه والذكرة مطروحة فأنا بفتكر أنه الناس بيقول أنه الجمهورين سكت وحبوا يسألوا نفسهم هم قدموا شنو في الكتب الطرحة الأستاذ محمود محمد طهر قدامنا نحن نموذج هو إنسان ضحب نفسه من أجل أفكاره نحن عملنا شك من أجل أفكارهم هل اطلعنا على الغدر الكافي؟ واضح من كلام عقياة من كلام عفرام أنه ما يطلعت على الفكرة الجمهورية لأنه لو طلعت على الفكرة الجمهورية كانت بتعرف أنه الفكرة طارح مستويين من الخطار قصة المجتمع البشري عبر تطوره إما يكون مجتمع الناس فيه قصر ويبقى يتحكم على القانون بتاع القاصرين اللي هو قصر الشريعة النظر في القانون السابع أو الناس متطورة ورشدة وإنت بالطبع لون القانون المستمت من أصول القرآن ما في حاجة أكثر من إنه ولا رشيد ولا قاصر فبقصور المجتمعات بتلطبق القوانين من القدرة ومن القوانين للقصر برشاد المجتمع ورشاد أفراد بتطور القوانين الموجودة وده ما شرحته فكرة الجمهورية وبوابته وموجود فأنا بدعو الأخط عفراق برغم أني عارف إدلو زمانة يعني ضيق جدا وكده لكن لو لقت فرصة إنها مثلا بطلع على برسالة التانية للإسلام تطوير شيعة الأحوال الشخصية لأنه بيعني ضيط المرأة وهي أنا بتككره من الناس المؤهلين للمسألة دي للطاقة الفكرية ولعملها ولحماسة لمسألة التغيير فبتجد الحل إن شاء الله السلام عليكم نادر ما أتكلم ما أحب منه من فرمس ولا حي لكن الأستاذ أسمى شكرا جزيلا على حضورك إلى هنا حقيقة عندي سؤالين أو حقيقة توضيح هل توافقيني بذلك أم لا بالنسبة لك منزم نعمة أطفالك وأنت مع الفكر الجمهوري ألا تعترضي أن الفكر الجمهوري جاء قبل وقته إذا رأى الفكر الجمهوري يتطلل من الذي يفهمه أن يكون مستواه العلم مرتفع جداً وإذا نظرتم إلى أعضاء الفكر الجمهوري كلهم وكانوا إخواننا جامعيين فتأخذ الفكر الجمهوري إلى مستوى العام أعتقد يحتاج إلى نوضج في الفكر من حيث الفكر حالته أتريني بذلك الشيء الآخر كذلك أنا أعتقد أن بعث الفكر الجمهوري لم يأتي بعد فكما أقولت لك أن الفكر الجمهوري يحتاج إلى أرضية فكرية عالية وأعتقد الأرض الفكرية العالية لم تأتي حتى الآن في العالم الإسلامي إنما العالم الإسلامي حقيقة يغوص في فكر منحط إلى آخر الحظ فهل كذلك أعتقد أنه يمكن أن الفكر الجمهوري في المستقبل أن يبعث مرة ثانية وهو شيء مكتمل أعتقد من جميع النواحي شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أنا للأسف بختلف مع التغيير لأنه أنا بفتكر أنه 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 من قيس المسألة دي إلى أي مدى أنه محتاجين لفهم ديني جديد وإلى أي مدى أن إحنا ممكن أن نطبق هذا الفهم فإنت ذكرت فيه أنه الفهم الدين في الوقت الحاضر مبلغ مستوى من الانحطاط كبير جداً وإلى أن تجد معاك في الوقت دين لكن هذا الانحطاط ده نفسه مش سبب عشان الناس تبحث عن بديل هذا الشيء حاصل إذا كانت قناعتنا لنا يعني كمجتمين في الوقت الحاضر أن الإسلام ده صالح لكل زمان وكل مكان الانحطاط البلغ الإسلام في الوقت الحاضر ما هو انحطاط الإسلام لكن انحطاط من إحنا لأننا مجدنا نفهم الإسلام بالمستوى لأننا محتاجين له المستوى لأننا نبدأ من نطبقه فيه نحنا مثلاً نضرب مسألة في أن الفكرة ده وقت ده قضية المرأة بصورة خاصة مثلاً في قضية المرأة المرأة في الشريعة الإسلامية مفروض تكون ووجودة في البيت وإن سودها قيم عليها وإن إلى درية أن الرجال قوامون على المسائل بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات وغانتات وحفظاتهم من غير باع حفظ الله والذات تخافون نشوسهن فإزوهن وهجرهن في المضاجئ وضربهن فإن طعنكم فلا تنقوا عليهن سبيل ومن آية الوصاية القوامة دي من آية الوصاية جاءت كل التشريعات المرأة فيها حدها قد نحق الرجل يعني المرأة نصف الرجل في البراس المرأة ربع الرجل في السواد المرأة مثلاً نصف الرجل في الشهادة دي لما انتدقيسة في المجتمع الماضي في القرن السابع للمرأة كانت بدوءة حية وبتجد إنه الإسلام أحطر مرأة كثيرة من الحقوق لكن لما انتدقي تطبيقة في مجتمعنا الحاضر عشان أنا دايرابة هل ليت إنه المجتمع ده أنه نحن في الوقت الحاضر محتاجين لفهم جديد من الإسلام إناس الوضع عنه إذا جدت طبيقتك المجتمع الحاضر وده يفتدع الإسلام كدعوة عالمية مثلاً حملت الدعوة ديليا مثلاً هيلاري كلينتون تقول لك مثلاً أنا عندك عندك ليش من الإسلام تقول لها رجل ممكن نزور بك أربعة ثلاثة وشهادك تقلمي شهادته لأنني جدت أنتضيلي إحداهمة في المساكة إحداهمة الأخرى ممكن تقول لها إنه في الميراس هي تأخذ مثلاً نصف الرجل وروعة رجل في الميراس هل ممكن تقول لها إذا نشست الرجل ممكن نضروبه هل دي الدعوة الإسلامية الآن إحنا ممكن نحملها للمرأة المعاصرة هل المرأة المعاصرة مش قطعت شوت كبير جداً في الترفي وأصبحت مؤهلة بالصورة المحتاجة لوضع أكبر وليقيمة أزيد تساويات مع الرجل بالمعنى ده الفكرة جاموريه جاته هو كده لأن القامة بتاعة الإنسان المعاصر قامة أصبح قامة كبيرة جداً جداً التشريع أنا عايزين تطبيقوه عليه دعوة الإسلامية تشريع أقلت إلى حد كبير جداً من قامة الإنسان المعاصر ده بالإضافة لأنه الدعوة مثلاً الجامورية دعوة في الحقيقة مستوعبة كل فطاعات الشام يعني مسألون عندنا أن رحوات الجاموريات نساء ما بيعرفوا كبير جداً لكن بيحاضروا وحتى واحدة من النساء اسمها فاطمة عباس من بنات الباوغة كانت واقفة في لغاش بتتكلم في لغوة لغاش ده واحد من أهلها شافت تتكلم بوقت استغرب لأنها هي أمية ما بتاعة تتكلم ما بتاعة تتكلم فقام قال له والله الإنجريابية على الجنة الفصاحة قلت له والله الفصاحة دي جبتها من الفتنة الجامورية لأنه طريقة للم صلى الله عليه وسلم دعوة للأميين النبي أمي وأمة أميين فهو يستوعب الناس كما المستودة لما يقول لهم صلوا كما رأيتمون وصلوا مثلاً توضوا كما رأيتمون وتوضي توضى دي طرق بسيطة جداً جداً تستوعب الجاهل الأمي وتستوعب العالم وببداية العمل بتجد المعرفة لأنه وطو الله ويعلمكم الله فالفكرة الجمهورية فكرة في الحقيقة ساقت الناس من القاعدة واستوعبت الفراسف والعلمة والسلسة الجامعات فبالمعنى ذلك هي داخل وقتها وهي لسه مستقبلة قدامها وحط تطبق إن شاء الله شكراً شكراً جزيلاً صلاح الزين صديق لكم مهورين علي من 25 سنة ولازم في الحزمة شوي في الحقيقة محمود حمطاعة محمود كواحد من المفكرين اللي كان ضب الهوس يعني الغرن الماضي انقفل بجسد محمود الغرن الماضي جسد محمود هو قفل الغرن إذن وهو محمود محمود لأنه محمود 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 قابلة للتاريخ يعني نادر جداً أنه يكون فيه الفكرين يتحولوا لدايات للتاريخ إنما للتاريخ أي نحطة وإنما للتاريخ نقفل وإنما للتاريخ بشبه الدمل كان يحتاج لشخصي مستاذ محمود إنه يفقى دمل التاريخ ده عشان التاريخ يستغين دي عظمة محمود والمفكرين اللي نصبقوه محمود جسد وقفل الغرن الفت وهو طول عبره كان بحزر من الهوس الدين وكان بقول إنه بنسمع نحن في النغاش إنه تعمر عشابكم من الهوس الدين وإنه الهوس الدين ده لو تحليه استلم السلطة بزل الشعب السوداني ونادر جداً زي ما قلت منما تكون غاب لتاريخية منما تكون مدوايك لتاريخ نبواتك تتحققك بالطبط الحصل إنه هذا الجسد غربت به الشمسة وغرب الماضي انفتحنا على الدياسكور انفتحنا على الغوز لحد الآن والدليل هو جميع الناس الموجودين هنا محمود لا يمكن زي وزي يفكر السيزناي وزي وزي يفكر عظيم ما بتقدر تغراءه وإنه خداريخشته في تاريخيته يعني ما بتقدر محمود ما بتقدر تغراءه إلا في في تاريخيته ومحمود ما كان ممكن يجي إلا في الوقت اللي جا فيه وما كان صوت الفكر الجمهوري يرتفع استغاد الفكر الجمهوري يرتفع إلا في الوقت اللي ارتفع فيه لأنه لأنه محمود بيعرف داعي ده التاريخ بيسلس خشون ده التاريخ وبيسلس الفكر وبشذب الجلافات نما الناس يكونوا إلا محمود واحد من الناس اللي جدا بيشذبوا الفكر في جلاف ويخلوكم فكر يتمنى البني آدم العادي ويخلوكم فكر بيشبغ محمود ذات بيتو بساقو بيس بيشد بيستحمى بيهو بيأكلو آخر 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 تلامس زور زيدا ما بيجي لفي الوقت يجي فيه محمود يعني في سبعنات الغرنى الماضي بدت بدت شعارة حركة التحرر الوطني تندسر بعد ما جاءت الدولة الكولنالية التاريخ كل محطة بانحضاط الحكام بدأ الهوس الديني بدأ يصهر بعد انحضاط تشعارة حركة التحرر الوطني الهوس الديني التحديد الفكر الظلامي القطابة الإسلامة على الأخوة المسلمين هو كان لازم نرى الفراغ بدأ ينرى الفراغ محمود صهر في الوقت يعني محمود كان كان يعني كأنه بحاول إهدى التاريخ لإجابة التاريخ يعني واحد من الناس العلم جدا انه من التاريخ بتلاقي كما يقول لابوي هو بيقول لي التاريخ التماشر الطريقة الغرب الطريقة الصاحية محمود جاء في الوقت ولا يمكن يعني لا يمكن أن يفهم إلا في هذا السياء إنه جاء في وش مده إسلاموي غيبي سخيف منحط محمود جاء في وش المده وزيو زعي عظيم في تاريخ البشرية عشان المده كيف كفلوا بي جسدوا وزهب زهب إلى حيث يودان يسهب هو زهب الفكر الجمهوري أنا غاري متواضع لهم سمحته أكتر من الأستاذ أكتر مما أقرأ كتابات وعرفت من صداحيل الجمهوري ومن يعني من الإنسان اللي بي فيهم الإنسان البهدي البهدي لصلاحات الجميلة يعني الجمهوري كأفراد اللي حقالي بتغزل فيهم يعني كأفراد حقالي تغزل فيهم يعني بالدوك بالدوك لصباحات الجميلة بأدب وبرطفهم ويتعلموها من محمود يعني هذا زي ما قالت لو خلق ناس ماينو الفكر الجمهوري زي زأي فكر عظيم لو عايز تعرف ماذ عظمتو بعائل المرأة كيف أصلا يعني لا تمشي لبعيد لا جري إنو يعني إنو المرأة في الخطاب الجمهورية بتكون كيف أنا حكي تجربة صغيرة لو فايزة دعني لكي 2-3 كده تجربة صغيرة لنا لقيت محمود كيفنا لقيت محمود وأنا جاي من 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 ريف لا ريف له لقيت محمود المناطق بقيت محكي تجربة صغيرة بخطة جامعة الخرطوم وكد ماركسية أجي هلا أترم منو بعلم بجهاتي الماركسية المشيخ لمحمود وأنا ماركسي لكنه يعني من جهل ماركسي عقيب وأنا في بدايات في بولي جامع برلين مشيخ بهذا الشيخ إنو والشريع أنا أريد أن أستعمل لين فيها تفكروا كده فالذكر مشيك لقيت في حاجة أن الناس أشاهدوا محمود محمود عنده معرفة بيجغرافة السودان مسحلة جدا يعني أنا معرفة أسمد المسألة لك الله عمد أعلق عليها بعدين يعني محمود عنده معرفة بيجغرافة السودان غريبة غريبة يعني حاجة متشفة الزكرة والماجيد وبكل طواب عدك وبكل غروري البليد وبعدت جده أجدهم تسأل لي كنت من وين وأنا هو كان المطل المبروك كنت من وين المبروك قد상 لي أخي من keyboard قال لي من educated وأ haut الكثير قال لي أن الآخر قال Healing من أخير انه بعرفه انا ورب العالمين يعني هكذا بتخيل انه في زول ممكن اعرفه اللي عامة قلت له والله من العامة قال ليه التفتيش وما بوضينا انا قوي مزارع المكتب التفتيش بوضينا بوضينا دي انا اكاد ايزي منه مدير مشروع الجزيرة مكان مكان بعرفه فقلت له صاح التفتيش بتاعنا من بوضينا اه سألني انك قاعد تمشي تمشي بقوته كله قم كده قلت له ما يا أستاذ منشي يعني كله زي شهر كده منشي انا اخذ انا اخذ الامة قريبه تركب منصور شعبي بوضيكو بجيبك يعني اريد انه محمود يعني محمود محمود حس الانسان فيك يعني هو اصلا شوال الفكرة الجمهوري يعني يعني هو دعونا الانسانيا الفكرة الجمهوري في واحد من وجوه هو دعونا الحب دعوه للحب اللطيف يعني انه انا انه اختلف معاك ما معناه انا بكرارك انا اختلف معاك معناه انا بحبك عشان كده الجمهوري بقوله الفكرة اللي انا ولا اخطي بحاجة انا من المنبر ده بوجي هالدعوه اللي اخط له صديقات ناسمه ولكل الوطنيين الشرفاء نحس عن عمور شو هدان ايه؟ يعني تاريخ صخيف وفكر سياسي منحط انه يكون شخص زيه سيد محمود محمد طاغر وقبله عبدالخالق والشقيع انه دير القبول ما معرفه اين انا ما عارف اياتو زاكرة ما بقى الشعب يعني اياتو زاكرة هالزاكرة ده واحد من انا شعب بترفيضه اريدو ما كما عرفتك دي غبر شهيدك ده غبر شهيدك ده ترفيد زاكرتك واذا كان نحن استمرين بهازف الزاكرة المصارة بقانيمية جسا حتى تسميها ما بنعرف او بر محمود نحن الطهبين اردو اردو شكرا جزيلا مغيرك صلاحي على الكلمات المعبرات وعلى العاطفة الجياشة وأنا بشاركة بيجت في المسألة دي هي مسألة في الحقيقة الواحد يتفوق أن الواحد يتأمله أو يصور فيه لكن أنا بأكد في المنبر ده أنه هيجي اليوم هيجي اليوم إن شاء الله هيجي اليوم حيكون يوم العز ويوم كرامة لكل إنسان ضحى من أجل السودان لأنه قناعات لأجل السودان ده بلد محفوظ وإنه السودان قدر طيب وذلك كان بيقول الأستاذ دائماً كان يعني يقول إنه الشعب السوداني شعب إم الله يتقدمه وأعزام وكان بيقول إنه إن الكيدة لهذا الشعب غير مأمون العواقب فأي إنسان عمل وكان للشعب السوداني يتأكد من إنه العاقبة حتكون وخيمة ودي مسألة حتدي تقيمتين أنا ما بعرف لكن أنا يقيني إن المسألة حتجي حتتصحح المسائل حيكون في يوم يعز فيهم أعزاء وتعرض قيم الرجال وقيم النساء الطحل العمل وأي عمل من أجل السودان من أجل الشعب السودان الطيب كلام الأخ صراحة يعني أخذني جداً عن مسألة إنها دعوة جمهورية لأولاً لكم وأنا بفتكر إنه إضافت المسألة بصورة كبيرة جداً يعني حتى إنه من النماذج يعني مثلاً الأمين الشيخ الأمين داود من الناس أنه كان مدعي في محكمة الردة وقدم الأستاذ محمود محمد طه على أساس إنه يُعقم عليه بالردة فلما اتوفى الشيخ الأمين داود الأستاذ بلعوا الخبر ونحنا كنا في جلسة الأستاذ وقف الجلسة وقال تقروا الإخلاص حتاشر مرة على روح الشيخ الأمين داود وقال إنه قلوبكم ما يكون فيها أي حق ولا ضغينة عليهم ده نماذج يعني من إن كدتا إلى أي مدى ممكن تكون محيب حتى بالنسبة لأعداء وبرضه من النماذج يعني كان ذلك اللي بطلحها الأستاذ مثلاً حتى في كتابه وفي موقفه بالرقل من معرض الدكتور حسن الترابي والاتجاه الملتوي في العدالة الفترة الجمهورية الأستاذ محمود لما انكتب في نفسه قال إلا شخصية الدكتور الترابي هي منذ حبنا ولكن ما تنطوي عليه من جهد وزيف للإسلام هو موضح حرة فدائماً كان الأستاذ يعني الدعوة ومشكل الانتجاه والحقيقة العمل في تسليك الأخوان الجمهورين والأخوات الجمهورية في جلسات بتكون كاملة كانت بتكون جلسات عن المحبة والجلسات المسجلة هتنزل في الأيام الجاهي إن شاء الله بتتكلم عن المحبة وكيف إنك تكون لأنه الله خلق الكون بالإرادة والإرادة ريدة والريدة محبة ومن الريدة دي يعني إحنا مفروض نحب الآخرين ونحب الأحياء ونحب الأشياء وإنه ما في دين ما في أي دعوة ممكن تكون صالحة وماشية قدام ما بتقوم وهي شعار المحبة فدي العمل اللي كان قايم عليه وعمل فترة الجمهورية لتشيع المحبة بينك وبين أخوانك وبين الناس في كل وقت وفي كل لحظة ودي فترة الجمهورية وإن شاء الله كلنا نرتبط بهذا الرباط الكبير القيم عليه اختلاف وجهات نظرنا تكون المحبة هي دائية وهي دائمة وهي الحاغية الضريدة التطور في حياة كل المنتمع السوداني شكرا لك على التعديل ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الكلب اللي كان صلى حزين وعقبت عنها الأستاذ أسمى دعوة للحفظ بتذكرني بالأستاذ سعيد هو قريبي وأكيد انتم بتعرفوه هو عليه ورحمة الله وهو جمنوري فأنا مرد بي ظروف لما جيت البلد وكانت عنده ظروف اجتماعية قاهرة جدا وتقريبا الأستاذ سعيد جاب إشارة للأخ أسحري والأخذ نجدة فلقيت إنه فيش خسافة تتصل بيه وأنا ما بعرفها ما كنت بعرفة لأخذ النجدة ولا كنت بعرفة للأخ أسحري اتصلوا بيه ودعوني وقال لي تجيني في البيئ وما عرفوني أكتر من إنه إحنا جايين من الطرف الوسع السعيد وفعلا وقفوا معي وسنجلوني ومن اللحظة ديك قلت إنه سبحان الله يعني كيف إنسان ما بعرفك بيجيهكم كيف معاك ويمكن المحنة اللي أنا كنت فيها ما كانت معلنة كثير من الناس ما كانت معرفينها فالجد قد أمين النجدة وأسحري وقال لي إحنا جايين بساس سعيد قلت لهم دي جمهورين قال لي إحنا جمهورين والإشارة دي فدي بتوري معناه الترابط والحب اللي هم يعني بينهم في نسيجهم الاجتماعي وفي إنهم هم أيضا بيحاولوا إنشدوه ويحاول إنهم هم يخلوه وصيل بينهم وبين الناس فدي واحدة من الحاجات الجميلة اللي بتخليني أنا فعلا أدعمه وأقول كلام صلاح الزين هو كلام صحيح إنه هي فعلا دعوة للحب الحاجة الثانية الأردار عليها شجاعة الأستاذ محمود محمود أها حقيقة ذكرتني أو خلتني أعقد المقارنة بينيه وبين نفسي في إنه امتلك الشجاعة بينه يقول أخير كلامه لجلادينه وأعقد المقارنة بين مفكرين اتنين هو والشهيد عبدالخالي المحجوب الإنين أعدموا من أجل فكرة ومن أجل إنشاطهم الحزبين دي المقارنة العقدة قررت في كتاب في عنف البادية إنه عبدالخالي المحجوب وهو ماشي على المشنقة كان لابس جلابية بيضة نفسها اللي أنا شفتها فطوالت واردت في زيني المقارنة وكان لابس جلابية بيضة ومركوب أبيض رحظت إنه فعلا الصورة تاعد محمود محمد طهر لابس مركوب أبيض وهو التاني ماشي على المشنقة يقول عاش نضال الحزب الشيري عاش نضال الشعب السوداني والأستاذ محمود محمد طهر مرضي بقول إنه أنا برفض إهانة المفكرين والمعارضين السياسيين المقارنة الثانية الدستور الإسلامي والهجم اللي كانت في 65 إنتي طرحتي ودتي إنه في الفترة ديك في سات كان كل السياسيين في حزب الأمة والانتحاديون والله وابتك إجاهة الميساء والأخوان المسلمين بتنتبع على طرد الحزب الشيوري طرد النواب الحزب الشيوري نفس الحكاية يتكررت في ثلاثة تماليين بإسم الدين والشعارات الدينية إغتالوا محمود محمود طهر دين المقارنتين مقارنة بين شخصيتين ومقارنة بين موقفين سؤالي هل الفكرة الجمهورية فكرة دينية تحتمد على التجديد؟ بمعنى هل هم دينيين إسلاميين بيعتمدوا على التجديد؟ يعني هل الدين دا هو موجود معترفين بها؟ مجددين؟ وإذا هم مجددين هل الفكرة اللي ديها برنامج بيحقق حاجات الناس في كل مرحلة من المراحل؟ يعني نحن نحسلين عندنا الحوجة حقيقية بتواجهنا في السودان هل في برنامج من الفكرة الجمهورية؟ بيبدأ لحقق الاحتياج الحقيقي لحسلين هل المؤمنين بينهم من فرق تقومون فيه وحدة؟ ولا زي ما إنتي بتقولي انه الفكرة اللي علينا فكرة محبة وحق الناس يعني مدكي هذا السؤال شكرا جزيلا طبعا المقارنات اللي عملتها يعني بالنسبة لما حصل بالنسبة للأستاذ وبنسبة لشهيد مبه عبدالقالي المحجوب يعني كانت لحد كبير يعني فيه تقتراب وتتشابه بيناتهم وهم في الحقيقة الحزب الجمهور في الوقت داك والحزب الشيوعي هم الحزبين الوحيدين الخارجين عن انتقال الطايفية بصورة محددة وهم الحزبين الكندل كانوا حزبين وقفين ضد الأخوان الموسيقين والهوس الديني بصور رضوة الطايفية على اختلاف المشارب بيناتهم على اختلاف المنهجية في التفكير لكن كان فيه تتشابه بيناتهم فيه المسألة اللي فالمقارنة دائمة زي ما جدي في الكلام عن انه هل فيه برنامي معين في الوقت الحاضر يلبي حاجتنا نحن فيه بس السياسة وبرنامج السياسي مطروف البرنامج السياسي وهل دعوة الدعوة للأخوان الجمهورين دعوة دينية للتجديد هي دعوة لفهم جديد في الإسلام الموجود نفسه يعني القرآن الموجود بين الدفتين المصحف فيه فهم جديد له مختلف من الأفهام والمقاهيم الموجودة العام من القرآن المسلمين ورجال الدين حتى إنه الأستاذ بيقول ما ندعو له نحن في الحقيقة ما فهم ما قانون ديني ما فهم ديني نحن ذا إلا دعوة إنسانية الدعوة الإنسانية بالمعنى بها بتنظر لحالة الإنسان من حيثه إنسان بغض النظر عن إنه هو مسيحي مسلم بوزي مرأة كل الفوارد التي تقوم بين الناس والاقترافات المعروفة عند الناس الفهم الطرحة والفكرة الجمهورية فهم بتجاوزه لاعتبار إنسانية الإنسان ومن هنا بتقدم قانون بتقدم دستور إنساني قال إنه ما بنسميه دستور السوداء الإسلامي حتى إنه نقصد دستور السوداني قال ما بنسمعينه مستمد من الإسلام لكنه هو دستور إنساني إلا أنه بنصر للقيمة اللي بشتركوا فيها البشر اللي هي قيمة القمر وقيمة العقل اللي هي إندبوا عند التالي والتالي ومن هنا حاجة القلب وحاجة العقل مكفية بالدستور الطارق والمستاذ وهي حاجة إنسانية الحاجة للإشتراكية الحاجة للديمقراطية الحاجة للمساولة اجتماعية ومحوط الفوارد بين الناس ده بصورة خطوط عريضة جدا جدا البرنامج ده ما بتقيم إنه بقناع ديقوا قناع تبينه وبينرقاشه وبينرقاشه وبينرقنا نحن نأخذ بينه في مستوى المنهاج الفردي وفي مستوى المنهاج الجماعي وبالدعو اليوم بالقناع على بينه بالتالي بتطبق ويكون مسألة استجابة حيث كل المشاكل الموجودية الموجودة في المجتمع بالإضافة للمشاكل الموجودة في في الإنسان نفسه في العصر البشري مشكلة الحقيق والضغيدة والمشاكل الكثيرة جدا بالمنهاج النبوي أنا وأنتي بمستعين ألاك وصفية وبالتالي بتشيع مسألة المحبة بين الغافرات والقانون بيكون لمساعدة المسألة فدي مسألة مفصلة ومبوضة فإن تحت جلال الكتب بتجد المادة لي فيها ففي البرنامج ده لكن هو ما برنامج عاجل زي ما بيجي مفروض من دمئة أساسية ولا برلمان بيجد ما هو برنامج يمكن مننا نحن لما نرتضيه كل برنامج حقوق مليس برنامج مسمى سمحتك عن لغة معرفة محمود في كغرافيا وما نجا يوين وما يعني بسبب والله مسألة فعلا محيرة يعني موش جغرافية في السودان بس يعني يعني معالج بيت تفاصيل حتى عادات الناس في الكورة وعادات يعني الأنساب انهم مسألة ديل بنتسكولة ديل ودرجعين في شمال السودان ووصول المناك ودزرور مسألة محيرة لدينا ودي بالمناسبة عدد كبير جدا من الناس ما حظوا بيه وحتى واحد من الناس قال لا محاطراته في كادوبلي فقال لما جاء الزودة بعد تم الجامعة قال جايه وزور المستاذ قام قال ليه انت فلان محاطراته في كادوبلي محاطراته في كادوبلي محاطراته في كادوبلي وشيخ شمعون وشيخ ملوك قصص وقضع محتار قال ليه انه ما عارفت المستاذ بالحكاية دي جاية كيف ما عارفت المسألة يعني فعدا برضو تخيل ايه الدراسة في مسألة الهندسة ومسألة المساحة خلت المسألة تكون بالإضافة لأن الاسقاص طاث عدد كبير جدا من القرى والوجود وحاضر فيها فهذه كلها مسألة يجب أن تكون رأي any عادة شكرا شكرا يا أبدا أتمنى لا أتمنى شكرا لأعيد شهادة أحبتهم مع الأخوان أنا سيواعونين شهادة لنا حضرتهم بحق الصلاة بن حمول قوتها الأولى أحد الرجل يختلفوا رحونا وطناقوا بعض التفاصيل أحد المفكرين الغوبي العرب والتغييرنا به في تسعين سنة زين وكان الأساز التلقص في الدولة فكان الحوار على الفكر العرب ومال أصيب والجديد والمتميز فيه فغال أنه هو يعتقد اعتقاد جازم ما يختلافه كبير مع الرسول الحمول وطناقه في موضوع التعمل للسلام مع اسرائيل أنه لم ينجي بالفكر العرب فكرا أصيلا متميزا قريد وضغردين مثل ما رأاه هو في فكرة الرسول الحمول وطناقه الذي هو يعتقد منه أكبر الفكر العرب منذ الكلدي والفراغي والجسلم قال قال هذه الشهادة أحضرتها وقمنا أنا كنت أحد سنين حضروا الشهادة يعني وكان هو محتفي جداً بكتب حصل عليها من تلاميذ لو صدنا حوما وطاها التغواه في تونس ولم من طيب لو صدنا حوما وطاها لكن دي كانت شهادته ثم شهادة أخر هذه الشهادة تبتكف ثم شهادة أخر حضرتها في السودان في التزعيلات تزعيل اثنين وثلاثين الدكتور غيسر موسى الزين اللي هيش عادة تجمع وتلخز الكثير من اللي زغير الآن الدكتور غيسر موسى الزين في ردوات كانت تقدم في كانت في يوم اثنين فقدم دراسة عن المسيح السيد المسيح عليه السلام الحسين بن ونصور حلاج ونعون حمطاه الدراسة كانت في مغارب فكرة الشهادة كان فيه كان فيه كان فيه كان فيه يعني لحظة يعني غريبة جدا لما قال انه هو يعتقد المسيح لما وضعه على الصليب فصرخ وش مكتوفي لانه يعني إلهي إلهي لما شباب تاني إلهي لما شباب تاني هذه شهادة الألم لماذا تطعني هذا الألم لماذا تجربني هذا العزيز تايب والحلاج قال دي كان فيها بشارة ضعف الحلاج قال انه ططع المسيح الفهم الإنساني الحلاج قال ما في جبه إلا الله وهذه كان الشهادة الليل ليس مجرد شهادة للمعنى الإنساني كان شهادة بالمعنى تحظه التاني معنى 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 انه حل في الله في الله تصبح هو الله فهي شهادة أنه تعالدي على الناس دا اللذي كان يقول اللي أما الإنسان محبوظ محمد صاحب لما ذهب ل Voice انتميي دي هي شهادة لي كان يقول عليه في ان الاخبار يسمعون المطهن وبأسير الحياة مع ذلك عندي أسير السؤال الأول أرجو كان الأستاذة ترضي بعض الضوء على شيء أنا الحقيقة أصير أنه يجب أن يتضح وأنا نجي حوارات في السودان أسكر من بعض الأخوان هي عن علاقة السودان أخوان والصوفية الآن الصورة التي أردت رأينا الحلاغات الحلاغات هذه هي تفكين الحلاغات السوفية السودانية حتى كان فيها بعض الشيوخ الصوفية معروف ما علاقة لو سمعنا الإنشاد وانا عاشق الإنشاد الجمهوري لو سمعنا الإنشاد لأئمة الصوفية وشو عرايا المعروفين الفارد المسرعين معروفين كلهم وحتى الصوفية السودانية إذن هناك علالة خبيرة جدا جدا بين الفكرة الجمهورية والصوفية هذه علالة تتجلى في أبها تجليها في اعتكاف المصدر والموطان الشعير في الفاعة ثلاث سنوات ثلاث سنوات اعتكاف طوي جدا جدا لم يعني فيما وردت عن سيرة الصوفية لم يعني ذا أدى إلى للشيخ حمد كرامي اعتكاف طويل مشهور والشيخ ممكن بازبارة سوكري بعض الشيوخ المشهورين لكن اعتكاف أداء صوفي معتاده في السودان بالزاد في السوفية السودانية أنا عادة أسأل إنه هل هل هذه الصوفية أولا هل بعروف كبير أيضا كما كتب السيدة عمر عمر اللمين الشيخ عمر اللمين كل علاقة بصد محوطة السارة الصادقاء بعتقد في المنطقة في المنطقة الرفاعة كأهل يعني وبعض الشيوخ فأنا عادة أسأل هل الصوفية أسأل الصوفية في الفكرة الجمهورية أسأل فيما يعني فيما يجعلني أنا تحديدا لما أغرأ الفكرة الجمهورية لا أجد فيه برهانا كما أجد فيه عرفانا بمعنى السنائية الشهيرة في الفكرة الجمهورية المكي المدني الشريعة هذا قرن السابع هو شريعة الذين يأتوني ببعض الزاد هذه السنائية غايم على يعني كما شرح الأستاذ فايز جميل غايم على يعني غول بأن القرآن المدني المكي هو القرآن الذي يناسب أحول الناس الناس في أمنا السابع وأنا مجد الأن لا أجد برهانا عظليا كاثيا لكما أجد الإحساس بالعلم اللدني و كان هذا الفيض هذا الأمر أيضا تحسه لما يتكلم أحد الناس عن الاشتراكيات لما الناس يقولوا المركزين يقولوا الشتراكيات العلمية حق الاشتراكين الأخرين يقولوا الشتراكيات العلمية النجل لدي هذا الامر لماذا علمية؟ لانه امه اتوي ليها من مباحث في علم الاجتماع واقتصاد تتعلق بالاختطورات التاريخية في الاخنيات المادية اي منخل من مداخل العلوم الانسانية المعروبة في حينيما تجد من الاشتراكية من الجمهورين كأنها اشتراكية الحس الانساني الحس الانساني الذي تحدثت عندي وعن الحب وعن المحبة الانسانية وعن الشعر السلام يدهل السؤال اول السؤال الثاني تعلق بالتعليق ان تبقتيه فيما يتعلق بالأول هذا السؤال ده موجه للجمهورين بغض ده موجه للجميع دعم الماريو في عغابيل الدعوة للدستور الاسلامي وانه ما يقارد انغاز من هذا المآل دعوة للدستور الاسلامي فدعمت الحركة الكامبولية ما يفيها وإذا أمر معروف لكن السؤال هل محاربة اي فكر؟ هل محاربة اي فكر؟ اي فكر؟ اي مكان ذا فيني يعني؟ تستلعي دوما الغيام بانقلاب او تأييد انقلاب او تبني انقلاب هل دعم ما يبرر لجفة الاسلامية غمية مثلا دعمها للنغاز لو فرضنا الكلام اقلوه صح يعني براحنا عارفين المحاصل شونا او تقول الاتحاديين انقلاب او تأييدوا اخلوه اصبح مسلا بالدعوة الاستغلاليين تحذرونها او يبرر الله عبدالله خليل ما غمى به الانقلاب تعد المستوى السياسي سواء الموجه للجميع وشعر اخيري ممكن جاءت هنا في منعلق بالقفاض الفرعون وللتعود انا انا ماما مع رأي الاخر ادلان يسوق السجد ديدا لانه اعتقد انه حساسية المستوى الحمام والطاع في القضاء ضد الاستعمار في ايامها كانت كما امتلنا باستوى صلى الله كما اشار اليها الدكتور عبدالله النهيم بلي الشهر هنا انها ربما يعني في المغاومة مغاومة الهواني الاستعماري مغاومة فكرة الهواني الاستعماري لماذا يفرط الاستعمار نفسه حتى في خصوصيات البيت السلاني فهن باب مدخل اللي يسمى يعني تأييدا لفكرة متخلفة في المجتمع ولا اعتقد ابدا انه كان حتى في بواكير الدعوة الجمهورية كان يمكن للاستاذ رحمه وطام انه يكون على على اي اي موقف غير 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 متواطي لان انا لم اشهد يعني كما شهدت يعني النساء في اسرتي في الثمانينات ممكن وقبلش هذا الاستاذ محمود وبعدها الان اختفت من الحياة شهدتهم يعني كانوا يعني يضعون الاستاذ باب موقتها في صورة البطل الحياة انه وجدت في صورة البطل الشخصي نزولهم كنساء هم عارفين الموقف دوع اعتقد الموقف دوع ما انا دج من فراء ولا من فراء شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا بابتدي بالسؤال الاخير بانه وضع صورة البطل بيمكن تكون يعني اي واحدة من الاخوات الجمهوريات بتحس بالصورة دي يعني بالصورة كبيرة اكتر من مسألة البطل بس مسألة انه الأق البطل يعني فيه علاقة عاطفية زايدة فيه العلاقة بيه لانه المسألة مش مجرد داعية من اجل حقوق النساء بس داعية لحقوق النساء بعاطفة يعني ده موضوعه ودي حياته وانت برضو لما تكون في موضع موضع ضعيف لما تكون شاعر بانك مهان في المجتمع انت مزل باسم الدين انت حبوبك منقوسة انت في البيت وضعك الراجل مميز عليك مهما كان مستواه يعني الفكري ومستواه الخلقي لمجرد انه رجل احسن منك لما تلقى الانسان بدعمت في وضع زي ذا وفي مجتمع دي قناته والمسألة دي مبروثة عبر التاريخ بالدين وبالحياة وبالوضع الاتماعي لما تلقى الانسان بدعمت بالصورة دي انا ما مفتكرة انه ممكن يكون في حياة الانسان في بطر ممكن انظر له اقتنوا من الانسان الدريف الموقع دا فاستاذ محمود كان سالدنا كان سالدنا لحد كبير جدا في الحقيقة لاننا ما كنا عزين حقوقنا ووضحها ليها شرحها لينا وذانا كيف نستاهل هذه الحقوق وساعدنا في اننا ندعو الاخرات الاخريات فهو بطل بالمعنى دا ودي عمل ما عمله اي رجل انا ما افتكرة له في اي رجل في رجال كتير هنا ومناك كتبوا عن مسألة المرأة والمساوة النساء الرجال مجرد كتابات فكرية لكن في الممارسات الواقعية وفي الحياة اليومية بتلقى السلوك تخلف لانه المجتمع دا مجتمع النشأ في الغابة وفي الغابة دائما غانونة القوي بيأكلت ضعيف ونحن لحتى الان بيعشهم مجتمع الغابة ولحتى الان الرجال عندهم سطوة على النساء فلما ايجي انسان يتعم يحارب الوضع دا ويبكل تغيير الوضع دا ويساعد المستضعب ويقيف معاو انا ما افتكرة انهم كنت تكون في بطولة حتى من الحكاية فبالمعنى دمه فيه كلام عن مسألة العلاقة بالصوفية والفكرة الجمهوري الأستاذ محمود يفتكر انه في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر صوفي وانه انه ورثة لدعوة الصوفية بالمعنى بيهو داعين لبعث سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قامت فيها كل الممارسات المسألة قاموا بعتها الصوفية ومسألة الخلوة في غار حراع دي من المسائل القاموا بعد ذاك العلاقة بالله والعلم اللدني كل المسائل دي مستمدة من الفهم الأستاذ محمود للمسألة النبي صلى الله عليه وسلم وانه الإسلام في أصوله صوف النزام وانه مسألة الجهاد ومسألة العنف ومسألة الفقي ومسألة الدعوة الخشنة للإسلام والصورة المعروضة في الوقت الحاضر إنما هي مسائل مرحلية برضو بها الناس على السنة اللي هي نهجة عن هذه المحبة ونهجة عن هذه العلاقة مع الله وشعة الخير بين الناس وده العمل الكامل العمل الفكرة الجمهورية فهل في دلائل دليل ولا مثلا زي ما كان نحن نعقد المسألة كأنها مسألة مسلمة بها أنا أفتكلم أنها مسألة الدليل ممتودة يعني مثلا لما يقدم النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أقول تكبيرك في أنه هو دائل الاشتراكية بدليل أنه تطبق الاشتراكية في نفسه العفو ما سنعن حيثك الحاضرة ديتك تأخذ النواك عشان تطبق أو تتقنن عليها على أساس أنه قانونك يقوم على الاشتراكية فدي مسألة علمية ومبرمجة بنفس الصغة الماركسية ممكن تكون وبصورة أكتر لأنها بتضعنك المنهاج لأنه مسألة في الماركسية ما في منهاج بعيدة كي تكفرت عشان تنتج أكتر من حاجتك عشان تبدل آخر لكن في الفهم الديني لا مثلا الدعوة قائمة على أنك لابد من أنك تحب لنفس الأخي زي ما تحب لنفسك وأنه المنهاج يدب كله قائم على الإيثار وتقديم الآخر والآخرين فدي المسألة بتقوم بعلاقة كتا مع الله وبالمعنى ده هي مسألة علمية ومسألة مطروحة ببراهينة فكرة أولا تكر الكتب وكتاب الرسالة تانية والسالة تكرم المسألة هي مقوبة بصورة كبيرة مسألة دعم مايو في الحقيقة ده مسألة بتقوم على خيارات الأحساب المعينة لكن أنا بفتكر أنه فيه اعتبارات عملية يعني أنك كإنسان داعية أو كإنسان مقدم أي دعوة ما بتشتغل في فراغ بتشتغل في نظام معين ما دايما الأنظم المعينة بتكون على ما تهوه وإنت ما تحبه لكن بتختار أقل الأضرار مسألة دعم مايو بالنسبة للجمهورين كان اختيار أقل الأضرار وزي ما قلتيني الأستاذ دايما كان بفتكر أنه أعدى أعدال إنسانية وأكثر حاجة عقبة أمام التطوير من الهوس التيني ولذلك أي هوس أي مشكلة أي وضع أقل من الهوس التيني كان بالنسبة له ممكن يكون خيار ليس ما يجي الحلل هو طارقه لهذا ما يقتلع الناس بما يقدموه فبالتالي جات مسألة دعم مايو لكن ما بالضرورة إنك تتدعم أي نظام لمجرد إنك تتدعم عندك مثلا أهداف مادية وعايز تدخل في السلطة أو كده إلى آخرين هذا الموضف كان موضف الجمهوريين ولما مايو سارد في الكابة الطائفية سنة 83 وعملت القانون ومسألة في انتجاه الأخوان المسلمين وانتجهة انتجاه الهوس التيني الأستاذ وقف في معارضة بصورة التمذيع المسلمين وهي توقف شكرا 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 القنوات بتاع المشاريع الخصوص الهينية والأبيض أستاذ محمود بن مغطاها الأستاذ علي سعيد صبرة والأستاذ إبراهيم الأسد قال لي لاحظت على الأستاذ محمود أتفهم مرة حاجة غريبة جدا قال لي سايق عربيته وإذا شهاده لله وتي الصبرة قال على الشارع قدام العربي وقف العربية قال لي بالنسبة لي كانت حاجة غريبة جدا قال لي كنا دوسة جمال زواته ونشت صبرة وقال لي دوسة الشخصية غريبة جدا قال لي دوسة كون صوفي كون فكي فكرت الكلام ده يعني ونحن الصغار يعني أنا شاهدته شاهدته هم المهندسين التلاقي ديل نحن من منطقة مشروع الجويدة وابو خاد الرعاة وبركة الحجب شاهدته هم في أكثر من مرة لابن المشاريع ديل ونحن أتقال صغار بالنسبة لي كان حالي قبيرة يعني لدي المهندسين ووسط الخواجات كان وفي مهندسين الخواجات طبعا لدي امتلاح اللي في ملاحظة عبر الحاجة الثانية مسألة الموظف من مايو أنا ما زلت على غناع أن الحركة الجمهورية تحتاج أنا توفيزيت المسألة دي يعني أنه نعم من المرايعة الموظف دي صحيح أنه الفترة الحكم الدموراطي في الوقت كان فيه وفطاء كبيرة جدا أنا راجل حزبي كان فيه وفطاء كبيرة جدا من النصام الدموراطي ماذا هد حل الحزب الشيوعي ده كان كان من أضعف الموظف السياسية في تاريخ السودان وكده وحبتظر في المستقبل لأنه ده كان من من الهرجة السياسة الغريب جدا فأي زور زي أستاذ محمود ولا غيره هو اللي يكون عنده موظف من النظار ولكن السؤال الكبير أنا غارم بين الشرين حل تأييد مايو ووصلنا لما عملت مايو في المستقبل وكان ضحيته لأستاذ محمود نفسه بمحاكمة بتاعت كونجارو زي ما أقوله حكاية غريبة كانت تأثير الطحية كتب من الرساية هل ده موظف احتاج لمراجعة يعني أنا أتذكر كنت ماشي بالشارع للقصر الجمهوري وأنا والأنصار في الهيام دي كانت الحكومة هاجمعة لهاي وقتلوا مننا عدد كبير جدا في الجزيرة أبا وفي القرمو في ودن بابي وفي ودن بابي بوتل ابن عمي شديقي وكان في زيارة وهو ماشي قدام جامع ودن بابي وأخذوه البتان الشرطة على السلسل وفي حادث ودن بابي مشهور والرجو كان زاير كان من قاتل وقتل من مجموعة من الناس وليهم اللي لم ألقينا قبره فقدت للغاية الجمهورية يا جماعة نحن مجرحين جدا اليومين الكتاب ده والله هو كلام حار جدا يعني فيه هجوم عليه أنت من هجوم الرصاص ده دي أنا أبتكر أنه نجد أن نجد أن نجد أنه أنه الفكر الجمهوري فكري سقيل سقيل بمعنى مسقول وقايم على كلامه لأستاذ أحمد عشمان قايم على أحمد أولاد مصقفين ورجال مصقفين يعني أنا كنت مجاور لأحتفظ بيت الأستاذ في الحرد التانية في السورة وما أنسي الأنشيط وأنا في بيتي وكنت مفاعل مع الأنشيط لما كنت أمشيناك ولكن كنت مفاعل وساهل أسمعهم هم ورزهم وكنت أقول لزوجتي عنه جناز جادين جدا نوان كلام ساهل زي متاعر عليها شكرا للأستاذة ويعني أعيد تقدير والتحية لذكر الأستاذ محمود وهو شهيد مع من الشهداء وجزائهم عند الله خيرا والسلام عليكم شكرا لزيلا على الكلمات خاصة الكلمات الطيبة أضافت بعض الأشياء عن ملامت من حياة الأستاذ محمود طهق وممكن مضيتنا زي الأمسل اللي انت شكتا ممكن تضاف للزخيرة يعني اللي عندنا وأنا بكتل أقدر يعني مسألة الموقف الشخصي اللي انت كنت معربيه وكده ويعني الواحد يتعاطف معه لحد كبير لكن الصروف السياسية وموقف الأستاذ في مسألة الحرق ضد الطائفية واستعمال الطائفية للسلاح في البداية وإنه الأستاذ عايز يجنب الشحب السوداني مسألة الطائفية ودهدفه الأساسي وإنه يحتاج إني مفتح الباب لمسألة التوعية وطائفة الأنصار بطاقة من الضوايفة الأساسية في مسألة الطائفية لإختيار الموقف السياسي فبالرغم من التعاطف الشخصي مع الحادثة لكن الموقف السياسي اختضى المسألة دي فكونه مثلا التنظيم معين إبدا بحمل السلاح وهو قائم على اللامسهبية ويضل للشعب السوداني وستاذ رأى إنه هو ما يتجهل المسألة للإحتبارات بس أنا أعطيتين بالحذب الناس فذا كان الموقف في الوقت ذاك الرقم من بشاكه والضحايا الكثيرة حصلت فيه لكن هذا كان الموقف على أي حال في مسألة دعم مايو إنت ذكرت أنه ما كان فيه مبرر لمسألة دعم مايو لأنه مثلا فيه هوس دين فيه حقوق كده وإنه الأستاذ أصبح هو في النهاية ضحية لنظام مايو وهو كان مؤيدا وأنا بفتكر إنه المسألة مسألة إعدام الأستاذ في النهاية هو كان قائم من الطائفين من الأخوان المسلمين إذا ما كانت في البدل الإتائيب مايو في الوقت داك ما كان في فرصة فكرة تنبوية تتعارف في المدى الطويل كانت المسألة حصلت من أيام حكمة الهندة من سنة 68 كانت مسألة ممكن تحصل لأنه كانت المتابعة طوالة للمسألة المسألة هو بيصفل في إنه يكون حايل بين الشح وبين الطائفين وعشان كده نحن ندعمه لحد ما وصل للمرحلة البداية جوزة من الطائفين فدعم النصاص عارضوا فعلى أي حالة المسألة بس اتأجلت من وقت أبدا أدت فرصة للوعي أدت فرصة لأن الكترة الجمهورية وصلت للناس في المدى اللي ألبعوا ظل التأييد الكترة الجمهورية بحكمة معي سنكون في اختلاف المسألة في الموقف كان في السؤال هناك من واحد من الأخوات قالت أن الأستاذ قاومة الاستعمار ما هي الأساليب التي سلك في هذه المقاومة وما كان رأي في المقاومة المسلحة الأساليب التي اتخذها كانت كل أساليب سلمية فإنها معارضة الاستعمار بالغطب في المسائل بكتابة المناشير بتوعية الشعب بأنه لابد أن ينجلل الاستعمار كل الأساليب التي اتخذ الأستاذ عبر تاريخ العمل السياسي كانت أساليب سلمية وما يعتقد أن المقاومة المسلحة إلا أنها تولد مقاومة المسلحة من الطرف التالي لذلك لذلك قال أنه لابد أن الناس يلجعوا لطاولة المفاوضات لأن الحرب لا يتحل المشكلة وأن أي قضية تكون موجودة لابد أن تحل عن طريق المفاوضات وعن طريق السلمي لأنه ما في مقاومة ما في حل مسلح ممكن يكون هو النهاية وإلا ما بيولد نوع من العنف وقال أن القوة الفكرية والقوة القوة العاطف وقوة الثبات على المبدأ تشل العنف وتوقف العنف عن حده وتنقص المزال لغضية السلام وغضية السلم فهذا كان الزيد المداع وكان الطريقة دائما في المقاومة بالإجابة على هذا السؤال نصل لتعام ندواتنا وأكرر شكر جزيل لأجاليا ونرجو أن تكون مساهمات مستمرة في فتح المنام من المطرح فهي الوهيدة التي ممكن فعلا تحدث التغيير بالنسبة نعم شكراً جزيلاً وعقرار شكراً 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 نعم أنا أسمتكم ضبط المرع أنه يوم 98 السابق 98 حنا أحمد تكريم للأستاذ أسما تكريم للمرعة السودانية للأستاذ أسمى محمود وحكلمين عن رأي الفكرة الجمهوري الأول مرأة في الفكرة الجمهوري وغوالين الأحوال الشخصية شكرا جزيلا